الحمد لله رب العالمين و أصلي و أسلم على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين أما بعد فحياكم الله و أهلاً و سهلاً بكم أيها الإخوة و الأخوات أيها المسلمون و المسلمات في بلاد داغستان حياكم الله و هذه رسالة أوجهها لكم من بلاد الحرمين من مهبة الوحي من أرض الرسالة من جزيرة العرب و أحييكم فيها بتحية الإسلام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و أسأل الله تعالى أن تكونوا على ما تحبون من خير في دينكم و دنياكم أيها الإخوة و الأخوات إن نعمة الله تعالى على البشرية بالإسلام نعمة عظمى لا يعرفها إلا من فقدها نعم نعمة الإسلام نعمة هي أجزل النعم و أعظمها فالذين من الله تعالى عليهم بأن جعلهم مسلمين فقد وفقهم جل و علا إلى خير ما يوفق إليه الناس في الدنيا و إلى خير ما ينجون به في الآخرة فالإسلام سعادة الدنيا و نجاة الآخرة هذا الدين القويم الذي بعث الله تعالى به خاتم المرسلين و سيدة ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه و سلم هذا الدين القويم يقوم على أساسين و على أصلين من حققهما فاز بأعلى درجات الإسلام و من نقص فيهما نقص من إسلامه بقدر ما فاته من تحقيق هذين الأصلين أتعرفون ما هم الأصلان إنهما ألا نعبد إلا الله هذا هو الأصل الأول و الثاني ألا نعبده إلا بما شرع نعم هذان الأصلان بهما يحقق المرء و الإنسان ذكرنا و أنثى العبودية لله عز وجل ألم يقل النبي صلى الله عليه و سلم لمعاد لما بعثه إلى اليمن داعيا و مرشدا و هاديا قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله هذا هو الأصل الذي تقوم عليه هذه الرسالة إنه إفراد الله تعالى بالعبودية أن لا يعبد إلا الله فلا نعبد غيره عندما نقول لا نعبد غير الله أي لا نحب إلا الله و لا نعظم إلا الله و لا نخاف إلا الله فنفرده بالمحبة الكاملة العبودية و المحبة التي تنجذب بها قلوبنا إليه هذا واحد نعظمه فلا نعظم سواه فهو أعظم الأشياء في قلوبنا فليس شيء أعظم من الله في قلوبنا فلا نلتفت إلى سواه و لا نرجو الخير من غيره بل لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منعه نحبه و نعظمه و نخافه نخاف عقوبته و نرجو منه جل وعلا النجاة و السلامة فإنه من حقق هذه الأصول الثلاثة تمام المحبة تمام التعظيم تمام الخوف سلمت له أعمال قلبه و حقق العبودية لله وحده إن تعظيم الله تعالى هو أن ترى أنه ما من شيء في الكون إلا منه جل في علاه ما شاء كان و ما لم يشاء لم يكون سبحانه و بحمده من تعظيم الله تعالى أن تطيعه في أمره و نهيه فلا تتوجه إلى سواه بالعبادة و الطاعة بل تكون كما أمرك و ما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص فليس في قلبك تعظيم لأحد سوى الله لا تتوجه بالدعاء ولا بالاستغاثة إلا لله ولا تتوجه بالنذر و العبادة إلا لله فهو وحده الذي تصرف له كل عباداتك ولا تشرك به أحدا كما قال تعالى و من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة و هم عن دعائهم غافلون و أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ثم هناك أصل آخر يتم به هذا الأصل و هو أن لا تعبده إلا بشرعه فلا تعبده على نحو ما تريد و تشتهي و تحب بل لا تعبده جل في علا إلا وفق ما شرعه و هذا معنى و أشهد أن محمد رسول الله أي أنه لا طريق للعبودية ولا طريق للسعادة ولا طريق للوصول إلى الجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم كل من اقترح طريقا غير طريقا فإنما يهدي إلى ضلالة و يدعو إلى انحراف يقول الله تعالى ما أتاكم الرسول فاخذوه و منهاكم عنه فانتهو و يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم و الذين معه ثم بيّن بعد أن أمرنا بالتأسي بإبراهيم و أن نقتدي به في تحقيق العبودية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فهو الأسوة لهذه الأمة و هو القدوة و هو السائر على نهج من سلف من النبيين في توحيد رب العالمين و في الوصول إلى تحقيق العبودية له جل وعلا في الدنيا قد أغلق الله الطرق كلها إلا الطريق الذي سلكه محمد بن عبد الله و هو الصراط المستقيم الذي نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين هذه وصية و نصيحة لكم أيها الأخوة و الأخوات و هي ذكرة و أنتم على خير إن شاء الله تعالى إنما هو تذكير و الذكرة تنفع المؤمنين فوصية لكم بلزوم هذين أن لا تعبدوا إلا الله و أن لا تعبدوه إلا وفق ما كان عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله و سلم فإن طريقه أكمل طريق إن أصدق الحديث كتاب الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم اللهم ألهمنا رشدنا و قنا شر أنفسنا و ارزقنا يا ربنا استقامة الظاهر و الباطن اجعلنا من حزبك و أوليائك و فقنا إلى ما تحب و ترضى و ارزقنا شفاعة نبيك و احشرنا في زمرته و اجعلنا يا رب من حزبه و أوليائه إلى أن نلقاكم في لقاء قادم إن شاء الله و تعالى أستودعكم أيها الأخوة و الأخوات استودعكم الله الذي لا تضيع و داعه السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة